السلام عليكم نظرا للتحديدات التي قامت بها اليوتيوب وذلك بإضافتها لزر الجرس ندعوكم جميعا أحبابكم بتفعيل زر الجرس في الهاتف أو الحاسوب وهذا كله من أجل التوصل بجديد القناة فور نشره والسلام عليكم دكتور هيماد نعم نحن سنجاوب على الأسئلة وسنتكلم على موضوع لكي يرجع هذا من مواضيع دائما لدينا فيها أسئلة موضوع القشرة نعم فالقشرة اليوم إن شاء الله سنحاول نقرب الأخوات بعد أن نشرح لهم ما هي القشرة باش يحاولوا يتخيلوا وإذا عرفنا ما هي القشرة وعرفنا نفسرها من بعض سنجدنا نلقى الحلول هذه القشرة كانت تسمى واحدة تسمية القديمة ماذا بالحمد لله مع التطور العلمي ولماذا تسمى بالفرنسية دغماتيت سيبوغيك يعني شنية دغماتيت سيبوغيك دغماتيت يعني دغما هي الجلدة أو البشرة حساسية أو مارض إذن مارض البشرة سيبوغيك يعني عندها علاقة بالدهون اللي كتفرص فيها القشرة شنية دبحنا الجلدة دي الشعر دينا اللي أخذيناها بحالة بحال أي جلدة في الجسم دينا كل ثلاثة دي الأسابيع كتبدل لنا الجلدة دينا وكتولي فيها واحد جلدة لميتة لخصة تحيد إذن مني قطلع هذه الجلدة لميتة قطح الرأسها وكتجدد الجلدة اللي جديدة هي اللي كتطلع وكتعود تحيدها ولكن كان بعض الحالات لها ديك الجلدة الميتة كتطلع وكتبقا كتفرز ولكن ديك الجلدة جديدة هي إما كتتعطل إذن كتبقا كتطراكم ديك الجلدة الميتة وهنا كتولي لدينا القشرة الناشفة إذن هذه النور اللي أول دي القشرة من بعد أني كتبقا هذه القشرة الناشفة والقشرة الجديدة كتتعطل كما كنقول باش تعود تشدد هذي كتولي القشرة الناشفة إذن منين كتبقا هذه العملية هذه القشرة الميتة كتطلع بالزربة والقشرة الجديدة كتتخذ الوقت باش كترجع أشنو كي وقع كتوقع لنا مثلا بالنسبة الناس اللي عندهم مشاكل هرمونية بالنسبة للسيدات كتطلع لهم هرمونية أشكي وقع كتولي كتفرز الدهون إذن هالدهون كتزيد كتفرز مع هذه القشرة اللي كتكون عندنا متراكمة وميتة كتتخلط معها كتلسق في الجلدة دير الشعر أشكي كتولي عندنا القشرة المزيتة أو القشرة اللي كتكون فازقة عاو ثاني مني كتبقا هاد القشرة هذي كتزايد كتزايد مع دسم وكتتخلط وكتزايد وكتخلط أش كي ولي كتولي عندنا القشرة الميتة هم خلطة مع الدسم اللي غاني بالمواد لحمطة بالمواد لمالحة أش كديروا لنا كيشوفوه الفطريات كيشوفوه البكتيريا أحسن وجبة غدائية لهم كيجيوا كيتحطو فوق منه وكيبقوا وكيأكلوا وكيبقوا وكيفرزوا المواد وكيعيشوا ثم هنا كيبقى كيتطور 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 ذاك شي وكيوالي عندنا مشاكل الحساسية البشرة كيوالي عندنا الفطريات كان ومشاكل مثلا التعلبة اذا القشرة كتطيح كان ومشاكل في أمور حساسية لكتطور اذا هنا درنا ثلاثة مراحيل ديال هذه القشرة الناشفة القشرة التي تكون ميها او القشرة الفازقة زائد ان تتطور تولي لدينا القشرة التي تعطينا البكتيريات وغتصور معي القشرة البكتيريات بحالة بحالة سباكيتي بكحتها كويرات اذا تكون سباكيتي فوق الشعر بحالة ميكروسكوب الميجاري بحالة سباكيتي فوق الراس ديالنا وهذه الكويرات ديالكفتة يكون فوق منا فهكذا يكون متكون هذو البكتيريات اذا هذو هما المشاكل اللي يسبب منا في القشرة اذا دابا شنو غادين حاولو غادين حاولو نلقى حلول لاتشي اذا الحلول اولا غادين اعطي وصفة اللي غادين تجدد لنا الخلايا باش دوك الخلايا نسرع لهم في الجديد ديالهم تانيا وصفة اللي غادين ترجع لنا المسام تسدوي واللي تدك الدهن كيتفرز لنا بطريقة طبيعية والوصفة التالت غادين اعطي وصفة لمحاربة الفطريات ومحاربة المشاكل ديال تعفون ديال البشرة ديال شعر نشكرك بزاف لانك شرحتي لانها تلاتة المراحل بشكل بسيط واضح بزاف ولكن سؤال دكتور عيمد هو واش مثلا كين الناس اللي عندهم القشرة وخا تكون دائما تبقى غيف هاد المرحلة اللولة وكين الناس اللي 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 عندهم القشرة معني تورا كين بكتيريا كين فطريات اكيد لان كما نقول احنا شرحنا المراحل كين المرحلة اللي غاد تعطل عنده صباح الخير رشيدة من راشدية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اختي سانة كديرة الله يبارك فيك رشيدة مرحبا بيك امين يا رب العالمين احنا وياك وشكر الدكتور عماد والخبراء ديان وليكم اشكرك كم امين وعزادين على قلوبنا الخطبة المرض ما يبغيش دينا صافي وحنا الحمدلله فرحانين نسمعوك وناخدو سؤالك رشيدة شكرا نسترملكم اخويا عيناد صباح نور اختي غزالة كديرة كديرة الله يطولي فعمرك اختي الله يبارك فيك شكرا لكم ونختصر منطق تشعلككم مرحبا ما هو السؤال اخويا عيناد الله يسهل عليك فهذا النهار عندي المشكلة القشرة وطقيقة وقال الشعر لي بزف وكيطيح نعم الشعر لي كيتكال وكيطيح اذا هنا كما قلنا انك ما فيهش لم يميد دماش القشرة لم يميد دماش لا لم يميد دماش واخر انشاء الله خليك في الاستماع انشاء الله رغضي نعطي وصفة لحل هذه المشاكل هذه دي دي راشيدة راشيدة بغيت ننسولك واش وصفات تبيعية لازالة القشرة لا لم يميد وصفة وسمعت من عند أخي عماد واحد المرة زيت البلدية مع ثومة زوينة تساقط الشعر واش بغيت نسوله واش ذلك الشيء مزيئ اللي واخر كانت تعمله او لا ما او لا او لا اكيد لان مني كان اضروع لثومة وزيت العود وصفة من الوصفات القديمة المغربية العريقة غير هو انا فين كان ندير واحد النقطة على زيت العود انا غير ضمن لي ان زيت العود تكون زيت العود طبيعية او هذيك زيت العود ما تكونش مكترين فيها الملحة او مزيدين مع مواد اخر فهذا الوصفة ما عندها ما غادي تضرب الدش دينا لان كان حمض الزيت العود نزيد مادة الجرما اليوم التي كانت في التومة التي يطلق بجوج يعطينا مادة جيد مفيدة لتساقط الشعر وكذلك في نفس الوقت كانت تعالج لنا هذه المشكلة إذا كان لدينا حساسية وفطريات في البشر غير هو بالطريقة لدينا ربعا الفصوصة التومة مع صغير زيت زيت ندفيها معهم ونخليها تقريبا 1-3-4 ونصف هذا زيت في بلاسة لما تكون تدخلي نضه وننشق شعرنا بها نضي يوم ونضح ونخليه ساعة لا نبات به ساعة ونغسله المرات في السيما ويمكن نشير حتى 3-4 ونصف لا يوجد مشكل آمنة ويمكن مشاكل هذه تساقط الشعر بسبب القشرة السببب القشرة أو أي مشكلة تساقط الشاب. معنا نادية من المحمدية صباح الخير نادية. صباح النوم. اهلا ومرحبا تفضل شنو سؤالك نادية. اه الله يخليك نسمو الدكتور عيماد عندي واحد مشكلة لشعري كيف ديال مهدكي تكون شوية القشرة. اهه. وسمعت قال وليا ديري واحد الخصوة ديال السيت مع زيت اه مع الزيت اه زيت اه مع الزيت اه زيت اه زيت اه مع الزيت طياب. يا مرحبا لديها الكيف. نعم دابعت المال لديها زيت اه زيت اه يعني. نو زيت العادية زيالة طياب. لا. كنم طيبه. زيت العادية احنا تعملنا نلاته ليتصغير ناقيع. او كنم بغني نخرج المواد من النباتات ما كنستعملوهاش لانها ما تحتطيك شي فائدة. زيت اه متافق معك. غير هو ههه زريعة ديال قنب الهندي هي زريعة كيما كنقول زريعة ديال كيف. فها لا تستعمل ولكن تستعمل بطريقة طبية. إذن هذه الزيت هذه ركينة تتبع في الصيدليات تتبع في البارا فارماسيك و تتبع من طرف الشركات التي تكون مرخصة لها أنها تأخذ هذه الزرعة هذه و تجبدلنا منها غير المواد المفيدة التي تصلح لنا البشرة لنا. إذن لا تستطيع التأخذ كما نقول ذلك الزرعة و الزيت زيتون. أنا كننصحك و كننصح كل أخوات هذه وصفة جدا مفيدة تساقط الشعر و مفيدة الشعر. ولكن كنناخد زيت زيتون. كنناخد زيت القنة بالهندي اللي هي الزرعة الكيف اللي كتكون مرخصة و كنناخدها إما من الصيدرية إما من البغا فارماسيك أو مكان اللي كيكون مرخص كيبيعات زيت اللي كتكون فيها غير المواد النفعة. زيت القنة بالهندي. نعم زيت القنة يعني ما ياخدوها شعشباء ياخدوها زيت. أكيد واعشبارة غير مرخصة. نعم إذا زيت العود. زيت القنة بالهندي اللي كتكون كتباع مسدود عليها و كتباع كما كنقولو مرخصة. زائد مثلا الشي اللي درتيها غير هي و زيت زيتون كافيك. هتأخذ معلقة كبيرة منها. و غادي تأخذ ربعادي اللي معلقة كبيرة زيت زيتون. و غادي تخلطيهم مزيان. و غادي تديرهم شعر غير هو النصحة اللي كنصحكم أخوكم عيمد. ما تدروهاش في الحمام سخون. إذا كنديروها في الأول. إما هذه كنستعملوها غيري لا بغينا نغسلوه شعرنا في الدار. كنديروها. كنخلي كنبقوا على بره بها في الدار. مدة دير ساعة. و من بعد كنغسلوها. لأنه لمشينا الحمام. و مع السخونة دي الحمام كيمكن اللي تأثر لنا على الدماغ دينا. إذا نحاولو نحاولو نجتان بوض المسألات. تهيالي كناديا من المحمدية شعر غيرياتها الله في راسك. معنا سناء من نادور قبل ما ناخدوا سؤال أخت سناء. غير باش ما يكونش فاهم. طبعا احنا تنتفقوا على أنه العشباء ديال كيف هي ممنوعة. ممنوعة. و غير مرخصة في بلادنا. ولكن حد سينا سؤالتك على وصفة اللي كايتستعمل إذا اليوم كايتستعمل فيها الزريعة ديالها. الزريعة ديالها كينة؟ و كنقلوا الزيت ديالها. إذا الزيت. حتى الزريعة غير مرخصة. المفروض. نعم. إذا النبات و الزريعة بجوج غير مرخصين. احنا في العالم كما كنقلوا ديال الصيدالة. أش كنديرو؟ دا با الدولة والت مرخصة كنناخدوا ديك زريعة في مختبرات خاصة. و كنجبدو منها غير مواد النفع على البشرة. إذا انتم ما شنو كتتتخدوا الزيت اللي مسدودة. وأحسن حاجة غتمشوا وتخدوها في الصيدالة. لتفادي هاد المشاكل. راكينا الزيت في الصيدالة ديال قناب الهيندي مرخصة. وهي اللي تستعملوا به الوصفة. معنا سناء من نهدور صباح الخير على راديو أسوات. مرحبا بيك معنا. مرحبا بيك معنا. عندك تنتيه سؤال على القشرة. عندي سؤال. هذا الموضوع كيهمني بزاف. و لنا فرح بزاف. من يشد لي الخطباش من نسأله في الدكتور عيمان. و مرحبا بيك. وحنا كذلك فرحاني نسمعوك و نقدمو لك هاد الخدمات. فضلي اذا شو النوع القشرة اللي عندك. أنا جاتني القشرة في الشعب ديالي في الأول. عندي جاتني لحكا بكسكن حكرة. من بعد جاني عند الرس ديالي بحل رجالي بحل مضيطة. بحل مضيطة. بحل مضيطة. مضيطة بحل طائب. كان حدي اختش الشعر ديالي تلقاه طائب. فهمت. و تكون القشرة كيمية كان حك. هذه القشرة هي بقتك تتعلية على القشرة كتغطرية الشعر تامل. فهمت. بغت نسأل لك أختي. و جذلتي شي مادة كيمياء ايال الشعر ديالك. ما دتش مادة كيمياء ايالي. و مشيت عند الدكتور مشيت شفت اختصاصي في الجلد. و جلت مهموه عنه على التحاليل و كل شي خرجت لي تحاليل زيانة. و مشكلة اخوه انه واحد جيه هتزلش على يدك لك هات حي دات كاملة. كي شفت الدكتور قال لي يدك تعلابه قال لي هو من الاعصاب. قال لي من الاعصاب بس حيب لي هذا الشي. نعم. و استعملت عطاني مهموه عن الدوات تخيط منت بيعته. الحمد لله مشال لي هاتك شي. نعم. الحمد لله. و لكن هذه البقعة ديال الشعر. ما اخذيش يا الشعر. و اخرب. انا كنشكرك ساناء من ناظر. اخليك طبعا معنا دكتور عيمد. هوا مازال غيكمل معك. غير علاش بغيت نعملو حد التفاتة. بزاف ديال الناس اللي عندهم هاد الحالة ديال تعلابه و هاده من الفطريات اللي سبق لي. نتكلمنا عليها في البرنامج معك دكتور عيمد. اذا هيا كتقول انها مشاد عن طبيب مختص وتم تشخيص الحالة. شنو تدور الاعشاب في التخفيف. ما غنقولش العلاج باش ما نعطيوش امال. ولكن على الاقل في التخفيف والحد من انتشار هاد الحالة وهاد الحكاة وهاد الحالة اللي كتتتكلم عليها ساناء. و كيبال لنا ايضا على انه القشرة عنده علاقة مباشرة. والشعر كله وهدي سبق لي قولتها مرات كثيرة. نعم. صحة الشعر عندها علاقة مباشرة بالصحة النفسية و بالراحة النفسية ديال السيدة. نعم. فاولا بعدها الاختدابة من جهة المشكلة ديال البشرة ديالها. فمن بعد ما استعملت هذه المادة لان بقيتك تعقل عليها. فهذه المادة كانت فيها مواد كيميائية. هل هي جاد لها الحالة ديالها؟ اكيد. حقات لها البشرة ديالها. حتى ان هذه الحالة علاقة انا استعملت شي حاجة لانا حتى استعملنا واحد الانواع ديال الشمبولي ما كيكونوش كيوال مونة كيمكن تقعد المشكلة. وهنا دائما دائما كنرجع الحاجة اللي كنقول دائما اشنا هي. قبل ما استعمل شي حاجة و خاصة الاخوات اللي كيستمعوا لنا. فترجال قبل ما نستعمل هذه المواد لا الشعر ديالي ولا الدت ديالي نحيد شوية من المصروف و نحاول نتقاتل كما نقوله مع الوقت و نمشي نشوف اختصاطي في الجلد باش يقول لي النوع ديال البشرة ديالي و يقول لي يا واش عندي البشرة حساسة واش عندي البشرة اي شنا هو النوع ديال البشرة لا ديال الراس ولا ديال الوجه ديالي وكان بقام تبع ليا باش كنناخد مواد اللي كتوالما لان انتدابة عشنو عندك عندك بشرة جيد حساسة و مني مشيتي اخذيتي هذيك المادة و استعملتها و خاصة اننا فهمت ان السيروم بدرته وبالتيبيه وبقى لك في الشعر ديالك. اذا كان فيه مواد كيميائية عبارة على املاح او عبارة على احماض وبقى لك في الشعر و حرقوا لك الجلدة ديالك. اذا مني انت حرقت الجلدة ما بقتش فيها الوقاية ما بقتش دوك الماسمكي يشتغلوا بطريقة طبيعية. هذيك الحالة اترات عليك و عاوتاني يعني توترتي معها اشوقع لك. حتى دوك الماسم كي يوكي تسدو و ما كيبقاش كيتجدد الشعر في دوك البلايس. وبالتالي كي يوكي تتعطينا هذه الحساسية و كتعطيناها التساقط الشعر. والشعر ما كيتجدد. اذا العلاج هذي المشكلة هذا. او لتوقف هذي المشكلة. اولا بعدها كنستعملوا. مني كنستعملوا المواد كيميائية و كيوقع لنا هذه المشكل. كما كنستعملوا الزيت اللوز الحلو. باش كنعالجوا ذلك البشرة. كترجع. كتعاود نحيوها واحد شوية. و كيحيدوا من ذوك المواد الكيميائية. زيت اللوز اللوز الحلو اللي غتستعملوا السيدة الشعر. واش غادي تسدهن به غير الأطراف الشعر. يعني ذو كلي بوينت. واللخص هتديرو في جلدة دراسها. و تسدلك به الفرواد الرأس. نعم فهو يدر في جلدة دير الشعر. و غادي تدلك. يعني بلما تقي الشعر دير اخير. جلدة دير الشعر تدلك اجوة تخدمات مزيان. فمباشرة الشعر غادي يقول لك يطلع بوحد طريقة طبيعية. يعني تزيد شعرها مزيان و لغي شوية. شوية يعني زيت دير اللوز الحلو. كندهنها. كندير ناخد واحد شوية في الدي. كما كنقوله. كنحك يدي بجوج. تسخن ذك الزيت. تسخن. و كندهن كندير مدت لهم يقضلين. كتسد لنا هذوك الجروح اللي كتكون و هذوك المشاكل اللي كيكون عندنا. و مورا ما كيفوت شهر. كنديرو. كنعالجو هذ المشكل او كنوقفو هذ المشكل. اذا مثلا الثعلابة كنستعملو زيت دير العطرشة. زيت زيت. الخزامة. زيت. الجمرة. كاليندولا. و زيت. السلمية. اذا زيت عطرشة. هذي وصفة سمح لي دكتور عيمات اللي كتقدمها اه دائما معنا مباشرة. الناس اللي عندهم داء التعلاب. نعم. اللي هي ديك عبارة عم القشراء اللي كتكون دوائر كبيرة. دوائر كبيرة والشار كتفقد فيهم. كتكون واحدة الحساسية في الشار. اذا كنناخدو زيت العطرشة. زيت الخزانة. زيت الجمرة. و زيت السلمية. اربعة زيوج. اربعة زيوج. طبيعية. اكيد. مشي الاساسية. نعم. اذا معلقة كبيرة من كل زيت. كنخلطوهم زيان. كنناخدو شوية دير هذا الخارط هذا و كندهنو به مصاج. فدوك البلايس اللي عندنا فيهم المشكل. غير البلايس اللي فيهم المشكل. و كنخليوها. العملية كم قاو كنستعملوها حتى الاربعة شهور. لانك تخذ وقت. تخليها تزيد و شعرها. تخليها تتمتص لانا قلنا غير البلايس اللي عندها فيهم مشكل تعلبة. ما ندروهش في الراس كامل. هندروا هي في البلايس. لان اصلا دوك البلايس اللي فيهم مشكل تعلبة. المسام كيكونوا ضيقين شوية. اذا احنا كندروا هذا المساج باش هذا الزيوج كتعاون ان دوك كل نهار. يعني بحل شي سيغون هديس قريبا و تبقى. مش ضروري تغسل الشعر من بعض. وتستعمل مرة واحدة في النار. يعني في الليل. وتبقى تبع السيدة. مش تغسل من بعد. لا ما تغسل شمورها. و غادي ستبقى متبعها مدة دي الربع شور. لان اصلا تعلي بركة تاخد مدة. ابحل تستضافيه. و الى السيدة او السيدة اللي كي تسنتو لنا دابا هاتشي تم تشخيص طيبي. عندهم الدواء. او عندهم مثلا الانتيبيوتيك. او لا يبقوا كي يأكلون. يعني انا في الليل. كنقول ان تكنسلوا دوايتنا. و كنسلوا الامر دي النا. و عاد كنستعملوا. احنا كما كنقولوا دائما. فالامراض المزمنة. او الامراض هذه كتكون. لا الدات ولا البشراء. كنعطيكم من النباتات. باش كنديروا واحد كما كنقولوا واحد دواء شامل. باش كنحاولوا باش كنقسم المودة. نعم. اربعات زيوت. زيت. العطرشة. زيت الخزامة. زيت الجمراء. و زيت الثانمية. معلقة كبيرة من كل زيت كتخلطوه. كتحصلو على واحد الخاليط اللي كتبدو تدهنوا به شعركم. اه الناس اللي عندهم تعلابة. اه هذه ان شاء الله هو وصفة اللي غاتلقوا عليها راحتكم. مدة دي الاربع شهور ستعملوها يوميا مرة في اليوم. و من الاحسن نهاية اليوم كتدهنوا شوية الفروة دي الشعر في البلايس اللي في يوم تعلابة. و كتبقاوا بهات الزيوت اللي ما في هاتشي مضرر على اه اصحاء ديالكم. الحمدولي الله مرحبا بيك. الله يبرك فيك اختي منك اسمع صوتكم. نعم اختي. اشنا هو السؤال ديال. احد مشكلة بشعري اخوية تحليه بتاف وناشف. اه. و خويلية من قدم بتاف. لدرجة ما تصورش. وش هاتشي عنده علاقة بالقشرة ثناء. لا حبيبا ما عديش انا عن القشرة بالمرة. واخا لانه احنا مليوم ما غنهضروا شي على تساقط الشعر احنا في موضوع القشرة. نعم. اه. وش القشرة كتأديل تساقط الشعر؟ نعم. كيمكن لاش تأديل تساقط الشعر لانها كتسد المسام. انا البلاصة التي كتكون فيها القشرة. و خاصة القشرة اللي كتكون مية الدماء فهي بحل كتخلق لي المسام باش ميطلع الشعر. و كتتعطيها تتساقط. السيدات والناس اللي كيتح لهم شعرهم بسبب القشرة. شنو المواد طبيعية او الزيوت اللي كتنسحهم يستعملوها دكتور عماد. نعم فبالنسبة للمشكل ديل تساقط الشعر بالنسبة للقشرة. اذا غادي نعطي الوصفة اللي لدي القشرة اللي كتكون ناشفة. اللي غادي ناخد فيها الحريقة الحرشة. الوقتي. النعناع. زيت الزيت الزيتون. اذا الحريقة الحرشة. كناخدوا معلقة كبيرة منها ومعلقة كبيرة هذه النعناع. كنخلطوهم مزيان. كنزيدو لهم جوج مع القبار ذيل زيت اللي هي زيت. كنخلطوهم مزيان. او كنخويو هات الشي كامل. في نصف كالصغر ذيل زيتو اللي كندفروهم في حمام مريم. اذا هات العشبات اللي اللولين كناخدوهم هكذا كصحاح. صحاح. نعم نبات يعني من الحريقة الحرشة. معلقة. يعني الحرشة يابسة ونعناع يابس معلقة كبيرة من كل مكوين. غادي نخلطوهم. قدي نزيدو فوق منهم جوج مع القبار ذيل زيت اللي هي زيت. نخلطو هات الخالط مزيان. عاد نزيدو فوق نصف كالصغر ذيل زيتون. وهات الشي كامل كندفرو في حمام مريم. وكن بدو كنخلطو. كنخليوهم مدة دي ليومين. حتى كتطلق هذه المكوينة في بعضياتها. ومن بعد كنصفى هذا الزيت. في واحد القرية علي ما كتكونش كد دخلنا اشياء الشمس. وكنولي وكندهنو بها جلدة دي للشعر ذي لنا وشعرنا. ونخليوها مدة دي الساعة وكننغسلوها. والعمالية كنعودوها كما كنقولو كنذيروها جوجد المرات في الاسبوع. وكنستعملوها مددين طلت شر. جوجد المرات في الاسبوع. شحل تخلي السيدة هت زيت شعرها؟ هاتي اللي خاص من بعد الشعر يتغسل. ايضا سننذيروها قبل ما نغسله الشعر. ايضا عبارة عن ماسك. عن ماسك الكيد دار قبل ما نغسله الشعر ذي لنا. هاتي كتنقسم تساقط الشعر. هاتي كتنقسم تساقط الشعر. كتحيلي نحت ذلك قشرة الي كتكون ايابسة. القشرة اليابسة شنو كنعودو نقصدوها بنسبة القشرة الصغيرة التي تكون ناشفة ومميد دماش ومعنا أسماء من وجدة صباح الخير أسماء الحمد لله الله يبارك فيك مرحبا بك معنا في حديث مغزل تفضل شنو سؤالك سؤال ديالي الدكتور عيمال دابا كان عانيم واحد القشرة بشكل غريب ونحكى في شعر القشرة مزيتة كبيرة ومع الرضاعة حيث الله 14 من اللي ولدت ما عرفت شنو ندير ودابا بدي شعر ديالي كي تساقط من القدام بشكل كبير نعم أختي إذن هنا هتشي بلك من بعد الولدة هي كانت في القشرة ديالي ما بصحة أمور ما ولدت كاترت بزيال ومع الرضاعة مزيتة شنو العلاقة ما بين الهرمونات وتغيير وتحول الهرموني اللي كي تعرف مرأة في فترة الحاملة وفترة الولادة ورضاعة ومع الشعر والقشرة نعم فانا كنزيد نأكده يعني النظرية اللي قدرت عليها في الأول أن الهرمونات تكون هذه القشرة اليابسة اللي قلنا البشرة الميتة اللي كتكوّن عشنو كيوقع من اللي كي يطلعو لنا الهرمونات كتولي الإفرازات ديال الدهون كتفرز بطريقة عشوائية يعني ما كتفرز بوحد طريقة منتظمة وهي اللي كتعطي هذه القشرة كتتخلص دك الدهون مع هذه القشرة اليابسة اللي عندنا فوق الراس ديالنا وكتوليه كتعطي هذه القشرة كتكون لاصقة في واحد المجموعة من مناطق في البشرة في الجلدة ديال الشعر ديالنا وهي اللي كتعطينا هذه النوع ديال القشرة اللي ميت دماغ اللي كتعطيك الحساسية إذن انتعال الأخت ديالي كتردعي إذن الناصحة اللي قد نعطيك هنا هي باش هاد القشرة هذين نحيدوها وكذلك قد نحاول نعطي وصفة لهذا المشكل ديال القشرة المزيتة وكذلك ديال البشرة اللي كتكون كتفرز الدهون بطريقة غير منتظمة وقبل ما ناخدوها من عندك دكتور عيماد بغيت نبارك الأسماء طبعا زيادة ونقول لك مبروك الله يبارك فيك وفرحنا لهذا الخبر بنية ولوليد وليد تبارك الله ما شاء الله الله يحفظو لك ويكبر في عزكوما أسماء خليك معنا في الإنصات لأنه دكتور مازال غاد يقدم لكم هاد الوصفة بغيت أيضا ناخدو سؤال ديال مونة اللي تهي أم كتعايت تتسول لوصفة من أجل إبن ديالها سباح النور مونة من محمدية صباح من مرة أختي يا شخبارك الحمد لله اللي يبارك في كلامنا أهلا للبعدة شكرا فش ديال خطاط نهارة بكيش اللي يستنع عام هادي ولم يبغيش أيوة الحمد لله لسلامتنا الحمد لله المهم تنشكرك وتنشكر دكتور عيماد هذا واجب أختي وعندي واحد تدعى دكتور عيماد سيفتاته لي أختيش حال هادي وتنعيط عليه وبكيش لقيش مرحبا قلت لك سيدي الله ينقي طريقك ويسب مخاطعاتك ويكبر شأنك ويعلي إعلامك اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب أشحال هادي سيفتاته لي أحد عنده واحد المشكل في الوجهد ده غادي نقولك غير مشكل ديال والدي عنده واحد القشرة الله يخليك دكتور عيماد نعم مرحبا ديك القشرة غليضة في الشعب تدير دوك القشرات الكبار والحمارية معها الحمارية وكتنقس له حتى الحجبان ومور له الدنين وهذا ما عفتش لك العجب ودقوا عيامه وإذا عنده أطيب اختصاصيين ديالجل فيعطيه واحد دوك يقسل به عاصب كبير نار ولا يومينه ويرجع بكشيق يقولون له العاصب كبيرد وهذا عرفتش قول لي يا أختي نسولك وإش الوليته حال في لمرضين ديباع عنده وشدي 23 عام 23 عام ومشكلة هى عنده هى تقول ملل ايه عندي 16 عام نعم حسنا الوليه تنقى عليه وقال عليه أن الهورمونات التي قدرنا عليها وهذه القشرة المنين جادجة أنه عنده واحد الهورمون الدكاري وهو التستوستيرون ومن الوليد ندخل فترة المراهقة تلعب بوحد طريقة كبيرة هاد الهورمون هادا هاد الهورمون دي التستوستيرون هو اللي كي يجلن دوك المناطق اللي كتكون في الجلدة دير الشعر وكيجعل الدهون كتولي كتفرز بوحد طريقة كتيرة اذا ان شاء الله غادي نعطيك وصفة لها المشكلة الافرازات الدهنية اللي كنا وعدنا بها الاخت كذلك اللي اتصلت بنا من الرشيدية نعم فهدي غادي تصلح اخت رشيدة اخت رشيدة اخت اسماء من وجدة اذا هاد الوصفة لاش كتصلح هاد الوصفة غادي تصلح لنا الايفرازات الدهنية يعني ديك القشرة المزيتة اللي كتكون لاصقة في الشعر وما كتحيتش وكذلك كتصلح لنا المشاكل دي الفروة دي الرأس من الشعر كيولي مزيت بزاف وما كما كنقولو ميت دم ما كتبقاش دكتك الشعر عملو ديك الحيوية ديك وش كتصلح ايضا الحمورية اللي كتظهر في الجلدة دي الرأس نعم فهي غادي تكون ان شاء الله اللي قد صلح كما قلنا الاهضرنا على القشرة المزيتة اللي لاصقة فهي كتبعها الحساسية وكتبعها الحمورية ايضا وكذلك النيساء الحواملين يمكنهم يديروها النيساء المرضيعة يديروها وكذلك لا الاخوان ولا الاخوات يمكنهم يستعملوا هذه الوصفة اذا كان ناخدو فيها بيضا كان ناخدو فيها الطين الاخضر كان ناخدو فيها خلت فاح وكان ناخدو فيها ماء ديال الزهر اذا بيضا طين الاخضر خلت فاح والماء ديال الزهر بيضا كما كان قلو كان نفقسوها كان زيدو فوق منها معلقة كبيرة ديال الطين الاخضر اربعات المعالقة الكبار ديالخلت فاح ومعلقة كبيرة ديالماء الزهر كان نخلطو هذا الخالط هذا كامل حتى كيتخلط ومحن نديروه مواجحة فوق جلده ديال الشعر كان ندهنه ذي Good ونركته مواجحة ا donkey فوق جلده ديالشعر ديالسعه ومن بعد安سان يصلى فوق جلده ديال الزهر وتتكلم أن الحوق الى الاسم لا مشي مشكلة المسك ديالتجاهد فم ولا أعطيم الشعر وقراه مواجحة بيالسعاه خلقياiye ن hope ومن بعدية تعق combustion بالنسبة للوليدات ثلاثة ديال المرات في الأسبوع مدة ثلاثة شهور وبالنسبة للأخوات قد يديرو جوجد المرات في الأسبوع مدة ثلاثة شهور حتى الربع شهور وبالنسبة للوليد اذي الحالة الخاصة لانه شيء لاحظنا انه بطلايه جيت فوق حجبانه واللور ديال ودنيه وبالنسبة للناس اللي بحاله يبقى تسيبطلهم القشرة للحجبان اكيد فهنا قد يخد خلتفاح بوحده كيديروه في واحد القطين وكيمسح به دوك المناطق اللي كيكون فيهم المشكل غير هو خلتفاح سيكون طبيعي مية في المية هدا هو هدا هو الشرط باش نستعمله هاد خلتفاح هاد نحن وردو اليسمين على ارواع برنامج قتلكنا في الخدمة كنحاول انتصل بيكم في الساعة الموضوع دياليوم كيهمني بزاف قتلك هذه كتر من 6 سنين وهي كتعاني كتمنى اشتلي هالخط ولكن احنا طبعا طرحنا سؤالك الدكتور عمادة نادية لكل كل اخواكي مجد ليهمش الخط واللي طرحوا نفس الاسئلة اذا قدمنا وصفة اللي غادي تسلاح القشرة النشفة وصفة هادي نعم اللي اخدينا فيها الحرقة الحرشة والنعناع وزيت اليازير وزيت الزيتون وصفة لمشاكل ديال القشرة الدهنية اللي كتكون لاسقة وليكتبع الحساسية والحكة والمشاكل ديالها والوصفة الاخيرة اللي غادي نقدم لكم هي الوصفة ضد الفطريات والتعفون ديال البشرة اذا كان ناخده فيها الزيت ديال الخزامة زيت الثوم زيت الزعتر وزيت هادي كل زيوت الطبيعية وزيت الطبيعي ديال الارز اذا ديال شجرة الارز زيت الطبيعي ديال شجرة الارز زيت طبيعي ديال الزعتر زيت طبيعي ديال الزعتر زيت طبيعي ديال الثوم زيت طبيعي ديال الخزامة معلقة كبيرة من كل زيت كنخلطوها مزيئا كنحصلوها على واحد خالط متجانيس كندهنو بهم جلدة دي شعرنا وشعرنا كنخليوها مدة دي الساعة وكنغسلوها العملية كنديراجوها للمرات في الأسبوع كندومو عليها مدة دي تلتشور وبالنسبة لإخوة اللي كيسمعوا لينا ثلاثة مرات في الأسبوع وكندومو عليها مدة دي تلتشور وبالنتيجة إن شاء الله هو ما يبقى عندكم بس بحول الله ويكون شعركم جميل وبدون قشرة بحول الله شكرا